في ريال أشرف تم استقبلها بشكل رسمي وشعبي رئيس الجمهورية كلمها في تليفون قبل ما توصل كانت مكالمة مطمئنة دافئة دافعة كان فيها كل المواصفات الرسمية والأبوية وصلت إلى مطار القاهرة وهناك تم استقبلها في صالة كبار الزوار مع وجود حشود تستقبلها كرياضية آتية محملة بالذهب وصلت إلى المركز الأولمبي ومن هناك بدأ استقبال آخر من أهالي المطارية استقبال شعبي صاخب حاشد ببنت المطارية اللي بدأت لعبة الكاراتية وهي صغيرة وظلت تمارسه من مركز شباب لمركز شباب لمركز شباب لمركز شباب لمركز شباب لحد مركز توكيو 2020 فريال أشرف بنت المطارية 21 سنة كلية صيدلة نجاح وتفوق فريال لن تكن من لاعبات نوادي الصفوة فريال صنعت نجوميتها بنفسها صنعت صفوتها بنفسها من مركز شباب لمركز شباب من محاولة إلى أخرى ظهور مفاجئ وساطع في توكيو أعقبه احتفالات شعبية إنسانية أسرية في منطقتها في المطارية صور فريال إلى جوارها الميدالية الذهبية وعالم مصر هي الصورة الأرقى والأحلى والأجمل للوجه الخضاري لمصر ذهب قيمة إنجاز وفخر وتستكمل الرحلة بعد الاستقبال الرسمي والشعبي الاستقبال الإعلامي بعد ساعة من وصلها من توكيو إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في الستوديو هنا فتاة الذهب فريال الذهب فريال أشرف عبد العزيز فريال أشرف عبد العزيز فريال فتاة الذهب أول يجالية ذهبية لإفرأة مصرية وعربية حضن عميط طبعا فريال الذهب فريال فتاة 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 الذهب تحية مصر و تحية فریال تحية مصر و تحية فريال يعود عند تحية مصر قبل فريال تحية مصر و تحية فريال وبناس مصر و أولاد مصر تحية مصر حلوة حلوة هلوكا؟ طبعاً هلم هلم فرحني آخر الحاجة والله انا الفرحانة وشكرا على الاستقبال الجميل ده من ساعة ما جيت فانو مستعمة وما وصلت مصر وانا فرحانة جدا يعني حسستتوني فعلا بالانجاز اللي انا عملته شفت الفرحة في عيون كل اللي قابلوني يعني شعور لا يوصف طبعا ما فيش امبساط اكتر من كده هو أسوا ما فيش حاجة اعلى من كده في الرياضة يعني انتي جبت الاخر الحمد لله وفضل القرم من ربنا طبعا بس اكيد يعني فعلا الواحد تعب جامد جدا عشان يوصل للحظة دي يمكن ما كانش فيه سبط مثلا اعلامي قبل مسافر ودي كانت حاجة مريحاني جدا طبعا اللي انا بعمل في صمت ما كنتش حاسة انا رايحة بطولة باريحية عايزة العب عايزة اظهر مزهر يليك باسمه مصر طبعا قبل اي حاجة قبل اي نتيجة كيف هي اللي انا يعني دخل اصرف يعني اصرف اللي انا ارفع اسمع علم مصر ويسمع علم مصر على ظهري دي حاجة كبيرة جدا قبل اي نتيجة شكرا للمشاهدة